بعد جهد استمر أشهرا طويلة إخلاصا لأمانة الوطن وإيمانا بالعدالة والمساواة أمام الدستور تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن اليوم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قومها ست سنوات وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية وتضمن نزاهتها وإن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر تفخر بأن تحمل على عطقها هذه المسئولية الوطنية الجسيمة تتعهد للمصريين بأن تبقى أهلا للأمانة وموضعا للثقة وأن يكونوا نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج كما تعد الهيئة أبناء أمتنا الأعزاء بأن يخرج المشهد الانتخابي بالصورة التي تعكس قدر مصر ومكانتها وأن يشهد الجميع بنزاهته وحيدته وفق أعلى وأدق المعايير الدولية وأن نحتكم في إدارته لضمير القاضي وأن نقف فيه على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون انحياز أو تمييز وكما نعلم ونفخر جميعا فإن هذه الانتخابات ستجرى قصابقتها تحت إشراف قضائي كامل أي سيخصص قاد لكل صندوق من صناديق الاقتراع كما سيسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بالمتابعة طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة وأنه لمن حصن الطالع أن تتواكب الدعوة لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 مع مرور مئة سنة كاملة على أول انتخابات نيابية دستورية في مصر ليؤكد التاريخ أن مصر الديمقراطية تقدم نموزجا عريقا يحق لنا أن نفخر به أمام العالم وأن شعبها الأبي يملك وعيا سياسيا عميقا يحق لنا أن نحصد صماره في صناعة مستقبلنا ترجمة نانسي قنقر